بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطلبات دبلو مدارس تجارية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برامج تعليمية لغة إنجليزية للمدارس التجارية الصف السلس المرة اللي فاتت اتكلمنا على إنشورنس التأمين واتكلمنا أهم العناصر اللي موجودة في التأمين سواء القائمة لعملية التأمين أو المستفيد من عملية التأمين نفسها اتكلمنا عن يونت 11 يونت 12 النهاردة إن شاء الله حنكمل ريفيجين 4 أول حاجة معنا النهاردة في ريفيجين 4 نبص كده معنا أول حاجة تشوز زا كوريكت أنسر فروم A B C or D نمبر 1 زا كاستمز أوفيسر زا كاستمز أوفيسر اللي هو زابط الجمارك مي بي ديوتي أون زا كام كوردر عايز أقول هنا إنه زابط الجمارك أكبرني إن أنا أدفع الجمارك على الكام كوردر أو على الكاميرا اللي أنا بصور بيها يبقى made me معناها أكبرني هنا جايب لي made me أكبرني required طلب let دع دي موندر يعني طالب برضو إنما لازم هنا أقول made me يعني أكبرني إن أنا أدفع الجمارك نمبر 2 my brother me borrow his motorcycle my brother me borrow his motorcycle عايز أقول هنا إن أخويا دعني إن أنا أستعير الموتورسايكل بتاعته يبقى my brother جايب لي هنا إختيارات make me make me جعلني allows me سمح لي هنا بقول let's me let's me دعني borrow أستعير his motorcycle number 3 we can get the goods we can get the goods نستطيع أن نحصل على البضاء customs much more quickly أسرع يبقى هنا هنقول we can get the goods عايز أقول من خلال الجمارك over about under through طبعا هنقول هنا through customs much more quickly number 4 several insurance companies several insurance companies شركة التأمين العديدة عايزين نقول إن شركة التأمين دايما بتشتغل بع بعض عشان يشاركوا المخاطر مع بعض فبقول هنا several insurance companies work together and the biggest risk عايز أقول إن هم بيشتغلوا مع بعض ويشاركوا المخاطر يترى divide number 1 share P C support meet يقبل عايزين هنا نقول يشارك يشارك طبعا اللي هي share number 5 it's not compulsory it's not compulsory يعني غير ملزم in other words in other words بمعنى آخر you do it عايز أقول أنت لست مقبر على أن تفعل ذلك it's not compulsory إنه غير ملزم in other words بمعنى آخر you don't have to do that عندي هنا can't لا تستطيع must not لا يجب عليك عايز أقول you don't have to أنت غير مقبر على أن number 6 I sent them an email أنا أرسلت ليهم email the of the meeting I sent them an email عايز أقول أنا بعدت ليهم email confirming مؤكدا المعاد بتاع الاجتماع number 7 I have just received this fax I have just received this fax أنا تسلمت الفاكس me to prepare an insurance quotation عايز أقول هنا أنهم I have received أنا تسلمت الفاكس ده asking me asking me بيطلبوني to prepare إن أنا أجاهز تسعيرة التأمين يبقى بيسألوني هنا asking me to prepare an insurance quotation number 8 we know about the mistake we know about the mistake نحن نعلم عن الخطأ the website updated next week عايز أقول هنا إن فيه خطأ موجود عندنا وإن الموقع بتاعنا سوف يتم تحديثه الأسبوع القادم سوف يتم تحديثه بنجيب طبعا فعل ناقص اللي هو will وبعد will بنجيب be بعد كده التصريف التالت updated يبقى حنقول هنا we know about the mistake the website will be updated next week number 9 she has an open ticket يعني هي معاها تذكرة مفتوحة تقدر إن هي تغادر في أي وقت so her date of departure معاد المغادرة be changed easily عايز أقول هنا إن معاد المغادرة من الممكن أن يتغير بسهولة is going to has to must be ولا can be طبعا هنقول هنا إن المعاد can be changed easily يمكن تغييره بسهولة let's move to another important passage في عندي هنا قطعة comprehension مهمة جدا بتكلم عن التأمين وعن ال units اللي كيتموجودة معنا نبص كده معنا هنا بيقول إيه insurance risks مخاطر التأمين vary عايزين نقول هنا إن مخاطر التأمين متنوعة because of بسبب the local situation بسبب الموقع بورا في مثلا for example على سبيل المثال in Australia there is a greater risk في مخاطر كبيرة of bush fires من اندلاع الحرائق which can destroy property التي يمكن أن تدمر الممتلكات along the west coast of California على طول الساحل لكاليفورنيا the risk of earth quakes ومخاطر الزلازل is higher برضو عالية جدا يبقى كده هنا دلوقتي اتكلم على كام حاجة اتكلم على بالنسبة للمخاطر اللي اتكلم عنها هنا اتكلم قال إن في push fires ده ما وجود في استراليا and earthquakes and earthquakes and in part of the UK certain low laying areas والمناطق المنخفضة are at greater risk بتكون معرضة لمخاطر كبيرة of flooding وبقصد بfloating هنا الفيضان يبقى بالنسبة للمخاطر اللي ذكرها عندي ذكر عندي push fires اندلاع الحرائق earth quakes الزلازل floating الفيضانات ننزل تحت هنا معنا you will know سوف تعرف if there is a high risk هتعرف لو كانت المخاطر عالية in your area في منطقتك ولا لا because your premiums will be higher لأن أقصات التأمين بتاعتك هتبقى عالية يبقى عايزين نقول كل ما تكون أقصات التأمين عالية كل ما تكون المخاطر اللي موجودة كبيرة insurance companies شركات التأمين employee experts وشركات التأمين بتوظف ناس متخصصين who calculate the risks بيقدروا منهم يحسبهم المخاطر of different types of insurance للأنواع المختلفة للتأمين الجملة دي بقى آخر جملة موجودة عندي تحت هنا the greater the risk the higher the premium عايزين نقول كل ما كانت المخاطر عالية كل ما كان القصة التأمين أعلى والجملة دي مهمة جدا وممكن تجي لنا ترجمة if your commercial property insurance premiums are high you can pay your premiums وعايزين نقول لو الأقصاط عالية جدا you can pay your premiums monthly ممكن تدفعهم شهريا this way بهذه الطريقة you don't have to pay the annual premium أنت مش مضطر أنت تدفع القصد السنوي in advance مقدما other types of insurance can be paid with a single premium في ممكن برضو أن أنا أدفع التأمين بقصد واحد مقدما if you take out life insurance for seven years يعني مثلا واحد عمل تأمين لمدة سبعة سنوات يقدر أنه يدفع القيمة التأمينية كلها مرة واحدة مقدما you can pay for the whole period in advance ممكن تدفعهم مقدما with one single premium بقصد واحد you will get a big discount وسوف تحصل على خص كبير because the insurance company لأن شركة التأمين has to deal with much less paper work لأن في اللحظة دي شركة التأمين حتضطر أنها تشتغل أو تعمل لك وراء قليل يعني مش كل شوية هكتب لك وصولات والكلام ده كله لا ده هو هيكون قصد واحد يدفع بس كده خلاص number one how many different types of property risk are described in the text ما عدد المخاطر التي ذكرت في هذا النص أنا ذكر عندي هنا قلنا إن هما كانوا كم حاجة كانوا three اللي هما كانوا ايه كانوا floating earthquake and push fires number two how do some people pay higher premiums for their property insurance ليه في ناس بتدفع اقصد تأمين عالية للتأمين بتاعهم عايزين نقول لأن المخاطر اللي موجود عندهم because the risks are higher لأن المخاطر عالية يبقى كلما زادت المخاطر كلما زاد القصد التأمين number three what does the phrase العبارة the whole period الفترة كلها refer to كانت بتشير إليه كانت بتشير إلى المدة اللي كانت مذكورة عندي هنا اللي هي seven years number four insurance companies شركات التأمين the risks before providing insurance cover عايزين نقول أن شركات التأمين بتحاول أن هي تقدر أو تعرف المخاطر اللي موجودة قبل ما تفرض القصد التأميني أو تعمل الغطاء التأميني لهذا الشخص sometimes think of أحيانا بتفكر في or number B work out تقوم بعمل guess بتخمن or number D as each other about طبعا هنا work out the risks before providing insurance cover number five if your insurance premiums are high if your insurance premiums are high لو الاقصاط التأمين بتاعتك عالية you pay them monthly يعترى number A can choose to ممكن تختار ان انت تدفعهم على دفعات شهرية ولا number B have to pay يجب عليك ان انت تدفعهم شهريا برضو number C should always number D must decide to من خلال ان احنا قرأناه في القطعة اللي فاتت كل ما تكون الاقصاد التأميني بتاعتك عالية يبقى انت يمكنك ان تختار you can choose to pay them monthly number six insurance companies شركات التأمين can keep costs down keep costs down معناها بتقلل التكلفة by collecting ان هي تجمع اي بقى احنا قلنا ان الرجل اللي كان بيدفع التأمين بالنسبة للسبع سنين عمل تأمين على حياته لمدة سبع سنوات اخذ خصم كبير ليه اخذ خصم لان هو دفع الفلوس كلها بقصد تأميني واحد يبقى هنا في number six insurance companies شركات التأمين can keep costs down تقلل التكلفة by collecting بان هي تجمع اي بقى higher premiums الاقصاد العالية monthly premiums الاقصاد الشهرية more customers او ملاء اكثر a single premium in advance بقصد تأميني واحد مقدما طبعا in single premium in advance number seven which title is right for the text يا ترى بقى ايه العنوان المناسب للتكست اللي احنا قرانه نبص كده معايا premiums are too high يا ترى النص ده تكتب علشان يقول لنا ان اقصاد التأمين عالية ولا number b insurance discounts الخصم على التأمين calculating the cost of insurance احتساب تكاليف التأمين property insurance التأمين على الممتلكات طبعا لو بصنا هنا هنلاقي انه عشان calculating the cost of insurance let's move to an important paragraph about insurance write a paragraph about insurance and compensation مطلوب مني هنا ان اكتب براغراف عن التأمين والتعويد using the guide words لو بصينا عندي هنا فوق many different kinds insurance example marine marine and المهمة if you لو جينا نتعامل معاه هنا بالنسبة للجملة الاولى طبعا لما نيجي نتعامل مع البراغراف البراغراف له شكل في اول سطر لازم اسيب مسافة كلمة ونبدأ عايز اقول هنا يوجد انواع مختلفة من التأمين فهنا لو بصينا للجملة الاولى many different kinds insurance example marine فهنقول هنا there are many different kinds of insurance يوجد انواع مختلفة وعديدة من التأمين for example على سبيل المثال هو جايب عندي هنا marine insurance and life marine and life insurance يبقى قلنا يوجد انواع مختلفة وعديدة من التأمين على سبيل المثال تأمين بحري وتأمين حياة الجملة اللي بعد كده if your insurance policy proposal form هقول هنا if you want an insurance policy لو انت عايز بوليس التأمين you have to يجب عليك ان fill in a proposal form يبقى دلوقتي حيكون بالنسبة لعملية التأمين عندي two forms اول ما بحاول ان انا احصل على تأمين بملة proposal form استمارة طلب الحصول على تأمين نشوف بعد كده if your request ولو طلبك عايز اقول هنا لو طلبك قبل يبقى if your request is accepted لو طلبك اتقبل you then pay the premium for your insurance policy حتدفع التأمين حتدفع القصة التأميني على بوليس التأمين بعد كده if something bad happens ولو شيء ما سيء حدث and you are covered by your policy وانت مغطى بالتأمين معملية بالتأمين نفسه يعني او بلست التأمين you should ask for a claim form هنا بقى من حقك ان انت تطلب طلب طاول ودي حتكون تاني استمارة موجودة عنده يبقى اول استمارة اللي هي proposal form بملاها اول ما عشان احصل على تأمين ولو شيء ما سيء حدث بملا claim form اللي هي استمارة طلب الحصول على تعويد you fill in the claim form تملا طلب التعويد and ask the insurance company وبسأل شركة التأمين for compensation على تعويد your insurance company شركة التأمين may require a survivor's report هتكون عايزة تقرير مطابقة on the damage or loss يعني اي حد بيحاول ان هو يعمل تأمين اول حاجة بتجي شركة التأمين وبتعاين المنشأة اللي موجودة عنده ايه اللي موجود فيها ولو حصل عنده damage او حصل عنده loss او فقدان دي الحاجات اللي موجودة عنده شركة التأمين بتعوضه بالحاجات اللي كانت موجودة بالزبط ولكن ده بعد التحقيق بعد ال survivor's report اللي بيتعمل عنه نكمل بعد كده عندنا unit 13 world trade هنتكلم عن التجارة العالمية بالنسبة للتجارة العالمية هيكون معايا هنا some international organization بعض المنظمات الدولية المنظمات دي كلها هتكون موجودة عندي هنا بالاختصارات بتاعتها وحنحاول نشوف هي عبارة عن ايه اول حاجة عندي the EU the EU the European Union European Union اللي هو الاتحاد الاوروبي يبقى the EU كالاختصار اللي موجود عندي the European Union الاتحاد الاوروبي ده عبر عن ايه بقى European Organization منظمة اوروبية for economic cooperation and free trade يعني ايه الكلام ده بقى European Organization منظمة اوروبية for economic cooperation للتعاون الاقتصالي and free trade والتجارة الحر اللي بين الدول وبعدها the UN the UN طبعا يعني اعتقد ان هي مشهورة اوي United Nations United Nations الامم المتحدة لو بصيني هنا كده هتكون هي عبارة عن ايه اليون an international organization an international organization منظمة عالمية او منظمة دولية that was set up after world war 2 تم انشأها بعد الحرب العالمية التانية to maintain world peace يعني ايه بقى الكلام ده بردو the UN اللي هي the United Nations الامم المتحدة an international organization منظمة عالمية that was set up تم انشأها after world war 2 بعد الحرب العالمية التانية to maintain world peace لكي تحقق السلام العالمي نكمل بعد كده the WTO the WTO the World Trade Organization وبالنسبة لWorld Trade Organization هيكون معانا ان شاء الله في اليونت القادم هيكون معانا براجراف مهم جدا عن منظمة التجارة العالمية واهمها واهميتها والدور اللي بتلعبه بالنسبة للدول النامية the WTO the World Trade Organization معانا هي ابقى an organization that deals with the rules عبارة عن منظمة التي تتعامل مع the rules القواعد of trade between countries يبقى لو فيه اي مثلا اي هي اللي بتنظم عمليات الحصص بالنسبة للإسترادة وبالنسبة للتصدير بين الدول وبعضها يبقى an organization منظمة that deals with بتتعامل مع the rules هي اللي بتضع القواعد of trade بتضع قواعد التجارة between countries بين الدول وبعضها البعض نكمل the IMF international monetary fund معانا هي ابقى UN agency that lends money to governments هي عبارة عن وكالة تابعة لـ United Nations الأمم المتحدة that lends money تقوم بإقراض الأموال to governments بتقرد الأموال للحكومات للحكومات علشان تساعدها في عمليات الزراعة وفي عمليات الصناعة وفي النهوض بالاقتصاد عموما FAO the FAO FAO دي هبارة عن Food and Agriculture Organization Food and Agriculture Organization منظمة الزراعة والغزاء العالمية طبعا مهمها كبيرة جدا في إفريقيا وفي دول كتيرة يعني دول الفئيرة دي عبارة عن إيه بقى An Organization منظمة Improves بتحسن Farming Agriculture Productions and Distributions والتوزيع نفسه يبقى An Organization منظمة التجارة منظمة الزراعة والغزاء العالمية An Organization منظمة Improves بتحسن Farming Agriculture Production and Distribution وإنتاج وتوزيع الغزاء في العالم UNIDO United Nation Industrial Development Organization United Nation Industrial Development Organization يعني United Nation الأمم المتحدة Industrial Development Organization منظمة تطوير الصناعات في العالم فلو بصنا كده معايا هنا UN Agency that helps country بتساعد الدول with industrial development with industrial development يعني تنمية أو تطوير الصناعات هي عبارة عن وكالة UN Agency عبارة عن وكالة تابعة للأمم المتحدة that helps countries وبتساعد الدول with industrial development يعني بتطوير الصناعات اللي موجودة عندها let's move to language function أنا عندي بالنسبة لل style أو بالنسبة لل speech بالنسبة للكلام بتاعي أنا عندي دائما ما يكون عندي formal language و informal language formal language يعني لغة رسمية informal language لغة غير رسمية يعني مثلا لو أنا بكلم مثلا حد من أصحابي أقول له listen to me listen to me اسمعني طب أنا مثلا لو في مؤتمر ومعايا ناس مهمة وكده ما ينفعش أقول لهم listen to me اسمعوني أقول may I have your attention please ممكن أحصل على انتباهكم من فضلكم يبقى بالنسبة للغة أنا عندي formal language يعني لغة رسمية informal language لغة غير رسمية نبصت كده مع بعض هنا ونشوف بنستخدم ده إزاي بالنسبة لل formal proposals أو الاستخدامات الرسمية اللي موجودة عندي هنا لما كأكلم حد بأسلوب رسمي أقول له I suggest أو I propose I suggest أنا أقترح that we propose إن كل مننا reduce tariffs on electrical goods إن إحنا نقلل التعريفة الجمركية على البضائع الإلكترونية أو أقدر أقول له برضو I propose that we post reduce tariffs on electrical goods my proposal is my proposal اقتراحي هو أن أو our proposal is ونبدأ نكمل الكلام نشوف برضو بعد كده بقى هنا معايا exercise بيقول make these informal sentences into formal proposal أول جملة موجودة عندي هنا let's cut import duty on textiles let's cut import duty on textiles يعني بيقول له هنا دعنا نقلل من import duty الجمارك على الوردات on textiles على المنسوجات طيب يبقى الجملة اللي موجودة عندي هنا دي جملة informal عايزين نحولها من informal إلى formal language يبقى حنقدر نستخدم الكلام اللي موجودة عندي فوق هنا أقول I suggest that بعد كده I suggest that we cut يبقى I suggest that we cut import duty on textiles هي نفس الجملة اللي كانت موجودة عندي بس let's احنا شلناها وبدأنا الكلام عندي هنا I suggest that we وبعد كده استخدمنا الفعل اللي موجودة عندي هنا الفعل الأساسي اللي هو cut import duty on textiles how about هنا حد بيقترح بيقول how about removing all trade restrictions immediately يعني ايه بقى الكلام ده how about ايه رأيك او ماذا عن removing اذالة all trade restrictions اننا اشيل كل القيود التجارية immediately حالا لو احنا بقى عايزين نستخدم الكلام ده in a formal way بطريقة رسمية نقول له ايه بقى our proposal اقترحنا is that our proposal is that we remove all trade restrictions immediately اقترحنا ان احنا نزيل all trade restrictions immediately نشيل كل القيود الاسترادية حالا طب ممكن نستخدم حاجة تانية غير كده ممكن بدل ما اقول I suggest that we remove all trade restrictions immediately انا بقترح ان احنا نزيل كل القيود الاسترادية حالا let's move to another one maybe ربما we should allow the free trade maybe ربما we should allow the free trade ان نسمح للتجارة الحرة of all agriculture protects لكل المنتجات ازرعية ربما نسمح التجارة الحرة لكل المنتجات ازرعية سوري لكل المنتجات ازرعية نشوف بقى الكلام ده لو استخدمناه برضو in a formal language بصورة رسمية بيقول عندي we propose that نحن نقترح ان we allow the free trade التجارة الحرة of all agriculture products ممكن اقول برضو I suggest that ونكمل الكلام we allow the free trade of all agriculture products let's move to another exercise couldn't we post reduce tariffs couldn't we post reduce يعني هنا بيقوله لماذا لا نقلل tariffs التعريفة الجملكية on electrical goods على البضائع الالكترونية by 50 hundred percent بنسبة 50 في المئة هنا نشوف استخدم هنا ايه هنا قال my suggestion is that we post reduce tariffs on electrical goods by 50 hundred percent كنت قادر اقول هنا I suggest that انا اقترح ان احنا we reduce ان احنا نقلل على طول tariffs on electrical goods by 50 hundred percent let's end the quota system for cars let's end دعنا ننهي the quota system اللي هو انظام الكوة التعريفة الجملكية for cars على السيارات هنا برضو لو حابيني نستخدم formal language طريقة رسمية قلنا برضو نقدر نقولها باكتر من طريقة هنا بيقول we suggest that نحن نقترح ان we end the quota system نحن نقترح نحن ننهي الكوة system نظام التعريفة الجملكية for cars على السيارة why don't we continue these discussions tomorrow لماذا لا نكمل هذه المحادثات غدا نشوف نشوف هنا برضو تعاملنا معها ذي هنا كان بيقول my proposal يعني my proposal اقتراحي is that هو ان we continue these discussions tomorrow يبقى عشان اخلي هنا الجملة اكثر رسمية ببدأ كلامي واقول my proposal is that grammar هنا هنتكلم عن f بس هنتكلم عن f هنا في الحالة التانية اللي هي the second conditional بالنسبة لf انا عايز اقول في f يعني ممكن النهاردة نتكلم عن الحالة الاولى والحالة التانية بسرعة جدا وتحط في دماغك المثالين دول تقولهم دايما اب بيكلم ابنه وبينصحه وبيقوله if you study hard لو انت تذكر بجد يبقى f لازم بيجي بعدها جملة تانية الجملة الاولى بسمها فعل الشرط والجملة التانية بسميها جواب الشرط خليك معايا هنا في الحالة الاولى ان اب بينصح ابنه وبيقوله if you study hard you will succeed يبقى عندك هنا if اجا بعدها على طول مدارع في جواب الشرط جبنا will زائد المستر if you study hard you will succeed يبقى هنا الولاد دخل الامتحان ولا ما دخلش الامتحان لا لسه ما دخلش الامتحان لان ابو بيقوله لو انت تذكر بجد حتنجح يبقى الكلام ده كله بالنسبة للحالة الاولى طب بيكون عند f بعد f على طول بيكون ماضي وجواب الشرط بيكون في would زائد المستر وخليك برضو في نفس المثال اب بيكلم ابنه وبيقوله if you studied hard لو انت كنت ذكرت بجد يبقى جواب الشرط هيكون you would succeed لو انت كنت ذكرت بجد انت كنت نجحت يبقى ترى الولا دخل الامتحان هلولا مدخل لأ دخل الامتحان ولكن لم يوفق يبقى بعد f على طول بالنسبة للحالة التانية بيكون عندي ماضي اللي هو التصريف التاني للفعل وفي جواب الشرط بيكون عندي would زائد المستر نشوف بقى الكلام دا عندي هنا the second conditional second conditional اللي هي الحالة التانية من if we use the second conditional if بنستخدمها if the condition impossible يعني مش ممكنة او غير ممكن or unreal غير حيائية now or unlikely in in the future condition الحالة condition الحالة if i wear you if i wear you لو انا مكانك i would work harder يبقى هنا بيقول if i wear you لو انا مكانك i would work harder كنت عملت بجد يبقى عندنا هنا if if i wear you لو انا مكانك i would work harder المثال اللي بعده if we ended tarifs tomorrow لو انهينا التعريفة الجمركية غدا يبقى يبقى في جواب الشرط هقول there would be advantages and disadvantages كان عندي هنا في جواب الشرط would زائد المصدر هيكون في مميزات وعيوب هنا بيقول if the speaker thinks if the speaker thinks لو المتحدث بيعتقد the condition is realistic ان الحالة حقيقية or likely the first is used الحالة الاولى هي اللي بتستخدم فبقول هنا if you reduce your tariffs لو انت قللت التعريفة الجمركية بتاعتك we will reduce hours سوف نقلل التعريفة الجمركية بتاعتك هنا exercise نبص معانا if I space know the answer I would tell you لو بصيت عندك هنا طبعا ده عمره ما يجيلك في الامتحان بالشكل ده ولكن هيجيلك اختيارات يعني مكان النقط دي هيجيلك افعال وبتختار منه فانا بقول if I know the answer لو انا كنت تعرف الاجابة I would tell him انا كنت قلت له يبقى عندك هنا برضو في جواب الشرط عندك would زائد المصدر عندك would زائد المصدر يبقى في فعل الشرط كان الفعل اللي ميوجود عندي او الزمن اللي ميوجود عندي هنا في زمن الماضي انا لو كنت اعرف يبقى انا معرفش الاجابة يبقى انا معرفش الاجابة وما جاوب ما قلت لك يعني if i knew the answer لو انا كنت اعرف الاجابة انا كنت اقول لك number two i would ring i would ring trans world freight انا هتصل بشركة trans world freight if i you طب هنا بقى هنستهدم ايه برضو if اللي بعدها على طول هنا اللي هو فعل الشرط اللي موجود عندي يعني مش معروف يبقى خلينا في جواب الشرط اللي هو اللي بادئ به الجملة i would يبقى كان عندي هنا would زائد المصدر يبقى اللي موجود بعد if على طول هيكون if في الحالة التانية يعني ماضي بس هنا برضو الحالة الاستحالية if i wear you لو انا مكانك number three if we بعد كده not use air fright our distribution costs تكاليف التوزيع او تكاليف النقل would be lawyer هتبقى اقل عايزين نقول هنا if we لو احنا not use air fright النقل الجوي تكاليف النقل كانت هتبقى اقل لو بصينا عندي هنا برضو بدأت الجملة هنا ب if في فعل الشرط يا ترى حيكون مدارع ولا حيكون ماضي نعرف الكلام ده من جواب الشرط لو بصيت عندك our distribution costs تكاليف التوزيع would be lower هتكون اقل يبقى كان عندك هنا would زائد المصدر يبقى فعل الشرط هتكون الجملة فين في الماضي if we didn't use اذا لم نكن نستخدم air fright اللي هو النقل الجوي number four if it be possible هنا جايب لي عندي هنا في النقطة اللي موجودة عندي جايب لي be عشان نستخدمها يبقى حنستخدم اما am او is او are او was او where فبقول هنا if it possible i will post you the sample tomorrow سوف ارسل لك عينة غدا لو بصيني هنا برضو على فعل الشرط يعني جواب الشرط هنا هو اللي حيقول لي فعل الشرط الموجود عندي مضارع او ماضي فلو بصيني هنا الجملة بدقة if it بعد كده possible يبقى مش هنعرف هنا فعل الشرط الا لما نقرأ جواب الشرط الاول i will post use the sample tomorrow سوف ارسل لك العينة غدا يبقى في جواب الشرط انا كان عندي will زائد المصدر عندي will زائد المصدر يبقى فعل الشرط هيكون عندي الجملة في المدارع يبقى if it is possible if it is possible ده لو ممكن i will post use sample tomorrow سوف ارسل لك العينة غدا number five it would cost less if you send it by ship عايزين نقول هنا انه ده كان هيتكلف اقل لو انت كنت ارسلتها عن طريق السفينة انا المهم عندي f اللي موجود بعد f على طول ومدارع يبقى جواب الشرط هيكون في will زائد المصدر f اللي بعدها ماضي يبقى النص التاني او جواب الشرط هيكون would زائد المصدر فهنا بدأ الجملة it would cost less يبقى اللي بدأ عندي هنا انه بدأ بجواب الشرط دي مش مشكلة would في الماضي يبقى حنقول هنا if you sent it by ship عايز اقول لو انت كنت ارسلتها بالسفينة كانت التكاليف بقت اقل يعني يبقى هنا ده معناه انه ما ارسلهاش بالسفينة وارسلها عن طريق حاجة تانية عشان كده تكاليف النقل اللي بقت علي number six لو بصيني هنا في number six i will ring you tomorrow i will ring you tomorrow حرن عليك بكرة if i have او space any news about consignment لو انا كان عندي اي اخبار عن الشحن برضو لو بصيني هنا هتلاقي انه بدي الجملة هنا بجواب الشرط i will ring you tomorrow انا حرن عليك بكرة يبقى في جواب الشرط اللي موجود عندي هنا كان عندي will زئد المصدر يبقى اللي موجود بعد if على طول هيكون عندي if واللي بعديها في زمن المدارة فانا بقول هنا if i have any news لو كان عندي اي اخبار about consignment عن الشحنة i will ring you tomorrow حرن عليك بكرة اوكي number seven if we have او space a million pounds لو كان عندنا مليون جنيه we would build a new factory لو كان عندنا مليون جنيه احنا كنا بنينا مصنع جديد يبقى احنا ما عندناش مليون جنيه واحنا ما بناش مصنع ما بنناش مصنع جديد بالنسبة number seven if we have a million pounds لو كان عندنا مليون جنيه كنا بنينا مصنع جديد يبقى لو بصنا هنا لفعل الشرط اللي موجود عندك ماهوش موجود عندي يعني موجود عندي f وانا مش عارف فعل الشرط مضارع ولا ماضي طب نبص على جواب الشرط هتلاقي ان جواب الشرط اللي موجود عندك we would build احنا كنا بنينا a new factory كنا بنينا مصنع جديد يبقى عندك ود هنا يبقى احنا كده في الحالة التانية في الحالة التانية يعني f اللي موجود على طول بعدها هيكون ماضي يبقى f we طب عايزين يجيب بقى الماضي من الماضي من هاذ يبقى if we had a million pounds لو كان عندنا مليون جنيه we would build a new factory كنا بنينا مصنع جديد number eight if that computer if that computer لو الكمبيوتر ده be cheaper لو الكمبيوتر ده ارخص i would buy it يبقى انا بقول لو كن الكمبيوتر ده ارخص انا كنت اشتري يبقى اللي موجود عندي هنا ان عندي f بعد f على طول فعل الشرط الهو ذات computer الفعل بقى مش موجود بس هو be cheaper في جواب الشرط i would buy it انا كنت اشتري يبقى انا في جواب الشرط عندي would زاد المصدر يبقى في فعل الشرط هتكون جملة في الماضي if ذات computer was cheaper يبقى احنا عايزين نجيب الماضي بتاع b احنا عارفين b طبعا في المدارع am و is و r والماضي بتاعهم was where والتصريف التالت بتاعهم been يبقى احنا عايزين نجيب الماضي هنا من b if ذات computer was cheaper لو كان جهاز الكمبيوتر ارخص i would buy it يبقى احنا هنا بالنسبة لل7 جمل او 8 جمل اللي موجود عندنا هنا لازم برضو نعرف المعنى ونعرف الاستخدام فهنا بيقول له مثلا في الجملة الاولى تاني لو انا كنت اعرف الاجابة انا كنت اقول لك يبقى معناه انه ما يعرف الاجابة وما اقلوش في number b بنفس الطريقة بيقول عنده i would ring trans world fright if i wear you لو انا مكانك انا كنت عملت كذا let's move to another item translation الترجمة اللي موجودة عندي هنا نحاول نتعامل معاها translate into Iraq احنا عايزين نقول ان الترجمة برضو فيها جزء كبير من المهارة وجزء كبير من الصنعة فانا بقول هنا اسامة is taking his family اسامة سوف يصطحب اسراته to Alexandria الى الاسكندرية next Friday يوم الجمعة القض for a week's holiday لقضاء عطلة المهم انا عندي هنا عشان اعبر عن المستقبل فلو بصيت هنا هتلاقي هنا مستخدم زمن المضارع التام زمن المضارع المستمر اللي بتكون من am او is او are والverb plus ing ولكن عند الترجمة لما جي ترجم جملة من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية احاول قدر الامكان اننا ابدأ بفعل يعني هنا اسامة is taking هنا يعني هيكون عندي مستقبل ولكن مستقبل قريب يبقى سوف يصطحب اسامة يبقى لما نيجي نترجم من انجليزي العربي احاول ابدأ بفعل قدر الامكان نشوف هنا سوف يأخذ اسامة اسرته الى الاسكندرية يوم الجمعة القادم لقضاء اجازة مدتها اسبوع number two اندي said that اندي قال ان he hadn't seen the manager انه لم يرى المدير but would phone him on Tuesday هنا برضو نفس الكلام بنفس الطريقة اندي قال that he hadn't seen the manager برضو زي ما بنقول عند الترجمة من انجليزي الى لغة عربية احاول قدر الامكان ان انا ابدأ بالفعل فهنا ما ينفعش اقول اندي قال لا ابدأ كلامي واقول قال اندي قال اندي انه ايه بقى he hadn't seen hadn't seen هنقول لم يرى لم طبعا اداد جزم ويرى هنشيل منها الفعل هنشيل منها حرف العلة اللي هو الالف اللي موجود في الاخر يبقى لما نيجي هنا نقول هنقول قال اندي انه لم يرى المدير but would phone him ولكنه سوف يتصل به يوم سوف يتصل به تلفونيا يوم الثلاثة قال عندي انه لم يرى المدير ولكنه سيتصل به يوم الثلاثة ترانزليت انتو انجليز قالت موظفة الاستقبال انها ستعطي الرسالة للمحام الجملة دي بقى فيها حاجة كتير جدا هنا هنترجم من عربي الى لغة انجليزية عند الترجمة من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية احاول ابدأ باسم يعني يعني ماينفعش ابدأ بفعل فهنا بقول قالت موظفة الاستقبال انها ستعطي الرسالة للمحام يبقى هنا لما نيجي نبدأ بالاسم الاسم هنا اللي هو موظفة الاستقبال the receptionist بدأنا بها said that يبقى نبدأ هنا بالاسم the receptionist said that she would give the lawyer the message انها سوف تعطي للمحام الرسالة والى هنا اعزائي الطلبة نقول قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم متمنين لكم دوام التفوق والتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته